اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من الجديد واولى محطات تسعة الصبح لليوم سنتحدث باولا صدافاتنا عن جي بي اس اي وهي مبادرها اسمها اسأل الصيدلاني اطلقها جمعية طلاب الصيدل الأردنية لأهداف توعوية واهداف ارشادية خليني نتحدث اكثر حول هذا الموضوع مع الاستاذ صلاح سمحة وبشر ياغي اهلا وسهلا فيكم صباح الخير صلاح طبعا احنا ناديكم دكاترا لانه الصيدلاني هو دكتور صباح خير يا دكاترا طبعا كنت تحكونا هيك شوية عن جمعية طلاب الصيدل الأردني ايش هي هاي الجمعية طبعا بالبداية صباح الخير احنا جمعية طلاب الصيدل الأردنية احنا جمعية طلابية غير سياسية غير دينية وغير ربحية اتأسست بشهر خمسة سنة الالفين وسبعة واحنا تابعين للاتحاد العالمي لطلاب الصيدل جمعيتنا تأسست بهدف ابراز دور الصيدلاني في المجتمع واعطاء الفرصة لطلاب الصيدل في المجتمع لابراز طاقاتهم والتعبير عن الطاقات اللي بقدروا يحققوها في المجتمع فهدفنا باختصار هو تشجيع ودعم واشراك طلاب الصيدل في المجتمع وبناء القدرات وتنمية مهارات الطلاب في المجتمع نعم صلاح ننتقل لإلك وسألي لحضرتك دائما لما يكون مثلا بمشروع معين أو نطلق مبادرة معينة بكون في أسباب وفي دواعي ملحة لهذا الموضوع لحتى أنه إحنا ننطلق بمبادرة معينة وموضوع معين إيش هو السبب الأهم اللي شعرت أنه من أجل هذا السبب يجب أن يكون هناك مبادرة اسمها السبب الرئيسي أنه إحنا منطلق هذه المبادرات هو إحنا أنه بنوضح للناس أنه الصيدلاني لا يقتصر دوره على أنه يكون بائع بالعكس دور الصيدلاني هو دور كتير كبير في المجتمع الصيدلاني هو المسؤول عن أنه يعني يوضح للناس إيش هي طريقة الطريقة السليمة أنه يعيش حياته صحيح وغير هيك كمان حتى أنه لازم يكون عنا إحنا برضو جانب بعيدا عن جانب الأكاديمي وهو جانب الاجتماعي كيف أنه إحنا ننخرط أكتر بالناس في المجتمع ونمي مهاراتنا إحنا كطلاب عشان لما نفوت على سوق العمل نكون جاهزين تماما وعنا القدرات والمهارات الكافية بشر إش هي الجهات اللي دائما تدعمكم أو بتحسوا أنه أنتو بدكم هاي الجهات تدعمكم إحنا الدعم يعني الأساسي بيكون من الطلاب المنتمين للجمعية هم أساس قوة الجمعية تبعنا بالإضافة لبعض الداعمين مثلا بحملة إسر الصيدلاني كان لدينا داعمين شركة أمس فارما بيولاب سيتي مول وبالإضافة لمستودع برقان ومستودع فيلكا جميل يعني هذون مسميات عظيمة شركات كبيرة وإلها مسمى كبير في السوق المحلي هاي الشركات هي اللي بتآمن إنه إحنا كطلاب في عنا شغلات من نقدر نعطيها فهما بدعمونا قدر الإمكان إنه إحنا نوصل لهاي الطاقة جميل جميل سلاحة لأي شخص متى من طلاب الجامعات اللي بدروا الصيدلاني كيف بقدر ينضم لكم كيف بقدر يوصل للكم ينتسب لالجمعية هلا إحنا جمعيتنا موجودة في أربع جامعات في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة شرق الأوسط إنضمات جديد السنهاي هلا للمستقبل رح ينضم كمان جامعات لجمعية طلاب الصيدلاء لأنه في إقبال جدا كبير من الجامعات والناس كتير عم تتواصل معنا كيف إحنا بننفوت على جمعية طلاب الصيدلاء وهكذا فإنه للمستقبل إن شاء الله رح يكون فيه أكتر من إن شاء الله بشر وين مقركم للي بدوا ينتسب يعني بصير غير بالصيدلاني صح؟ بزر إحنا ما بزبط نعم هلا للمستقبل رح ينضم كبير من الجامعات بيكون فيه تنظيم إداري معين للجمعية اللجنة التنفيذية واللجان المحلية بالجامعات بناء على الأنشطة اللي بيعملوها فهي مقسمة لأقسام معينة حسب الأنشطة قسم الصحة العامة المسؤولة عن أنشطة التبرع بالدم وإسأل الصيدلاني الأنشطة الإنسانية وتطوير المهني بالإضافة للسوشال اللي هي النشاطات الاجتماعية جميل دائما إحنا بنعرف أنه لما يكون في عنا كثير نشاطات بس بكون في إشي أهم إحنا حبين أنه من خلال هاي من هذا النشاط أنه نوصله بإسأل الصيدلاني يعني لكم نشاطات كثيرة من خلال الجمعية ولكن إسأل الصيدلاني هي المبادرة اللي أطلقتوها مؤخرا شو الإشي اللي حسيتوا أنه أنتو غيرتوه بالمجتمع من خلال هاي المبادرة هلا مبادرة إسأل الصيدلاني كان هدفها أنه العضاء الجمعية أنهم ينخرطوا أكتر في المجتمع في كافة طبقات المجتمع كان أسأل الصيدلاني سنهاي أن نعمل في إربد وفي عمان في عمان كان في سيتي مول وفي إربد كان في إربد سيتي سنتر كان مقسم الإفنت إلى سكشن كان في سكشن فحص ضغط وسكري لأنه هذول الأمراض هي الشائعة عامة في الأردن وبرى الأردن كمان لذلك نحن نسعى أنه الناس تكون على وعي تام كيف تتعامل مع هذه الأمراض كيف حسيت التفاعل من قبل الطلاب؟ الطلاب اللي بالجامعات بدرسوا هذا التخصص كيف حسيت الإقبال؟ كيف حسيت التفاعل مع هذه المبادرة؟ كان الفيدي باك جدا إيجابي من الناس وناس كثير مبسطة بالإفنت يعني حبت فكرة أنه أنا أتعامل مع كل الناس من كافة المستويات بنفس الطريقة لأن كلهم نفحصهم وكلهم نوعيهم ونعطيهم نصائح عن بشير سؤال إليك بشير هلا أنتو راضين عن هذا الحدث اللي عمنتو اسألي صيد لاني النتائج مرضية بناظرك؟ الحمد لله الإفنت كان مرضي والفيد باك كانت كثير ممتازة قدرنا نوصل لحوالي 1500 شخص سواء بعمان أو بإربد جميل وننشر التوية حوالين مختلف الأقسام اللي كانت في الإفنت الضغط والسكري بالإضافة للتغذية وغيرهم للأقسام كثير حلاء أنا كد أسألك أشيء وهي الأسئلة اللي لازم نسألها للصيدلاني فاللي قدرت تجاوب عليها من خلال هذه المدهة؟ من دول لك أنه بصير أنا لما النغص والراس يوجعني نفس الدول اللي هو البنادول هيك الشعب ماشي بنادول بطن بنادول راس حاولته من خلاله وبادر أن يكون صحح ومفاهيم خاطئة أو شائعة للناس الأسف لأن هذه الثقافة الصحية نفتقدها إحنا بمجتمعنا هو جزء الأسلوب النمطي أنه خلاص زي ما حكى تميّنه تعودنا أنه بطني بمغسني أشرب مثلا نوع معي الندواء مثلا راسي وجعني ريفانين مباشرة تحسوا أنه في صعوبات عم بتواجهكم لهلأ؟ في بعض الجهل أو عند بعض الناس بحيث لازم يكون دورنا كصيال في المجتمع أنه صحح هاي المفاهيم أنه ننشر التوعي حول بعض الأخطاء اللي بيعملوها بعض أفراد المجتمع هذا طبعا بيتمثل بواجبنا كصيال يعني هو حمل الكبير عليكم بس أنتوا أدها ما شاء الله يعني شبابنا دايما أد هاي المسؤولية اللي بشيروها وإن شاء الله هيك رسالتكم توصل لأكبر عدد موجود من الصيال اللي مش إحنا كمان يعني إحنا فاهمين شو بتعملوه بس كان يعني عندي أمل أنه ننتسب لكم يعني عشان نفهم أكبر بالوعي بالعكس إحنا ساعدين فيكم صلاح وبشر وساعدين بشبابنا الأردنيين الفاعلين بمجتمعهم اللي هدفهم أنهم يغيروا كل حدا لو بيبقطاعوا كل حدا بالمجال اللي هو متخصص فيه يغير لو بيغير يعني ما بدنا نحكي أنه يكون تغيير كل لو بيشي بسيط هو اسمه أنه يغير شكراً لكم كل التوفيق لكم يعطيكم ألف عافية شكراً لكم وأنهم عشان واثقين أنه أي إنسان عنده هدف رح يوصل له إن شاء الله بتوصل إلى هدفكم بتحققوا كل أحلامكم بهذا المجال وتنشروا هاي الثقافي اللي احنا بحاجة لإلها وتصحيحوا كثير من المفاهيم شكراً صلاح شكراً بشر شكراً جزيلا شكراً لكم